الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم سبحانه مالكنا ومالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ما المراد بالذكر؟ المراد الذكر باللسان أن يتردد أو تتردد بعض الأوراد والأذكار على اللسان فحسب؟ لا ليس هذا هو المراد إنما المراد بالذكر الوارد في القرآن الكريم وفي سنة سيدنا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم هو الاستحضار التام لله تبارك وتعالى أن يستحضر المسلم أن يتذكر المسلم في جميع أوقاته وفي كل أحواله وشؤونه وأموره وأعماله أن يتذكر ربه جل في علاه في كل عمل قبل العمل يتذكر الله جل في علاه وفي أثناء العمل هو يتذكر ربه جل جلاله حتى عند الانتهاء من العمل هو يذكر الله عز وجل وعند انتقاله من عمل إلى عمل هو في ذكر دائم لله سبحانه وتعالى يخلص نيته لله قبل الأعمال وفي أثناء الأعمال يذكر الله عز وجل بأن يتقن العمل وأن يؤديه على أكمل وأجمل وأتقن ما يكون الأداء وهكذا المسلم يتذكر ربه على الدوام واذكر ربك إذا نسيت تذكره جل جلاله بقلبك وتذكره سبحانه وتعالى بكلامك وتذكره بجوارحك وأفعالك وأعمالك حتى ينتقل الذكر بك من أهل الغفلة الذين يغفلون عن الله جل جلاله ويغفلون عن التكاليف والفرائد حتى يدخل بك مع أهل المعية وأهل الحضرة عند الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة الكرام إن حقيقة الذكر أن يؤديه المسلم لا باللسان فحسب بل لا بد أن يكون للذكر دليل وبرهان يظهر في السلوك العملي الإيماني للمسلم فلا يصح أن يرى المسلم يمسك بمسبحة يكثر من ترداد الأذكار والأوراد على لسانه ثم لا نجد هذا تطبيقا عمليا في عمله في تجارته في بيعه في صناعته في زراعته في بيته مع زوجته وأولاده ووالديه لا يصح أن يكون المسلم ذاكرا لله عز وجل بلسانه وأفعاله لا تترجم ترجمة عملية لهذا الذكر الذي هو المراد من ذكر الله جل وعلا فلا بد أن يترجم المسلم الذكر باللسان أن يترجمه في سلوكه وأفعاله ومعاملاته مع الناس من حوله بل مع كل الكائنات من حوله وهذا منهج الإسلام فقد خرج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم يعلمهم يسأل قائلا أتدرون من المفلس؟ فقال الصحابة المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع فأراد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم الدرس فقال صلوات ربي وتسليماته عليه بل المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج قد فعل من العبادات والفرائد والتكاليف الكثير ولكن هذه العبادات لم يترجمها ترجمة عملية في سلوكه وتعاملاته مع الناس من حوله فقد جاء يوم القيامة وضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته ولم يقدم عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار هكذا لا بد أن تؤثر العبادات لا بد أن تؤثر الفرائد لا بد أن يؤثر الذكر في سلوكك في تعاملاتك مع الناس ومع المجتمع من حولك أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذاكرين الشاكرين وأن يجعلنا من أهل الذكر الذين يذكرون الله عز وجل حق الذكر وحق المعرفة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته